تتكلم عن المادة 49 هو نص جديد أتتبهين مدونة بعد التعديل ديال 2004 هذه المادة تتقول بأن من حق الزوجين يعني أن ينجز عقد ملحق على عقد الزوج يعني تتكسب عقد الزوج وحنايا بصفتنا عدول ما تيجي عندنا المواطن باش يتزوج تنخبروه في ذاك الوقت تنشعره تنشعره أو إشعره المتعاغدين الزوج والزوجة بمضمون المادة 49 إنه ما الحق أن ينجز عقد ملحق بعد الزوج تكون مستقل على عقد الزوج أنه هذا العقد هذا في إطار اقتصام الأموال المشتركة بعد الزوج بمعنى أن ما سيأتي بعد الزواج واش غيكون كل واحد حر في المال دياله يعني هذا المال الذي ستزاركم كل واحد يكون حر فيه أو أنه يكون بواحد نسبة معينة كانت زوجة موظفة هو موظف تقدروا يدرونه مناصفة بينهما يعني أي حاجة شروها سواء منقول أو عقار فهنايا تدخلوا فيه مناصفة فهذا العقد هذا وقتش تكون النتيجة دياله تفعل تفعل عند الطلاق أو عند الوفاة بمعنى إلا كانوا هما بعد المرات تلقوا بأن الزوج أو الزوجة واحد فيهم موظف الأخر تكون غير في قطعة خاص تقدر يأخذ واحد القرد ولكن كل واحد منهما لما مشي مع الدولة تقدر يساهم في ذلك العقار فالوقت التي تريد أن تطلق تندلوا بهذه الوثيقة باش أن كل واحد يأخذ النصيب دياله عاد تندز وكاين نسبة دياله ولكن قليلة خاصة الناس اللي عايشين في المهجر ولا الناس اللي للزواج المختلط يديروها بزاف يعني نظراً الظروف اللي تعيشوها تمكيناها وهذا المشاكيل ديال اقتصام الأموال وكذا فهنايا كاينة ولكن احنا بالنسبة لنا نقول لك هاد المدانة بيبدأت المدوانة في 2004 إلى يومين هذا نقول لك كنا صيبنا شي عشراء خمسطار هاد العدد ما يمكنش يفوتو يعني نسبة ضئيلة جداً كاين اللي تقول لك لا ما ندخلنا في هاد المشاكيل صافي خلينا زواج ديالنا النية زواج ديال ما ندخلناش زواج المدوانة زم المدوانة يلي في هالنص وقسمه وكذا ذاك زواج ديال النية فإذا قلت بأن هذا هاد الأمر هذا وكين عند الوفاة يعني من تتوفى الإنسان أو الإنسانة هذا الانسان اللي يبقى حي زواج أو زوية هو يدري به لسادة العدول باش تيولي هادك النسف من ما ترك تتخذ وعاد النسف الآخر هو اللي تيبقى لدوي الحقوق فإذا هاد ولكن قلت بأن هاد المضمون ديال هاد الوثيقة ولا هاد الوثيقة غير مفعال علاج حيث بعض المرات شنو تيوقع تيقدر هادك الإنسان هو أو هادك الإنسانة مين تيقرب تطلق تيبيع ذاك شي اللي هو في سميته فمجرد ما ينجز يتم تضمين دياله في سجلات العقارية ويتم تضمين دياله يعني في القاع المصالح اللي عندها صيلة باش أن هادك الإنسان اللي وقع بيناتهم المشكل ماشي يمشي ويتصرف فيه وإحنا مثلا تبغي مثلا تيبغي وضع المواطن عند المحافظة في واحد الملك معين ما تيقبلوش ولكن الأصل خصدابة تزاد في هذه المدوانة الجديدة مع إلزامية يعني تنفيذه لدى يعني المحافظات العقارية وكذا يعني قصوم يقبلوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر